في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه صلى الله عليه وسلم وفآذاه من آذاه من بني إسرائيل وقالوا ما يستتر هذا التستر إلا لعيب في جلدها أو من جلده إما يعني برس وإما أذره هو يعني عظيم القصية وإما آفه فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه مما قالوا ففي يوم من أيام ذهب موسى عليه السلام ليغتسل فوضع ثيابه على حجر وذهب ليغتسل ففر الحجر بثوب موسى عليه السلام فأخذ موسى صلى الله عليه وسلم العصى وتبع الحجر وقال يقول ثوب حجر ثوب حجر فمر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقول فجعل موسى عليه السلام يضرب الحجر بعدما الحجر توقف وسيدنا موسى أخذ ثياب ولبث ثيابه صلى الله عليه وسلم ضرب الحجر وظهرت على الحجر علامات من ضرب موسى عليه السلام له بالعصى فأنظر الله سبحانه وتعالى الآيات قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه موسى 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 موسى